اعلان رئيس النظام التركي رجب اردوغان سفراء عدة دول بينها الولايات المتحدة غير مرغوب فيهم يثير ردود فعل محلية وعالمية منددة ويفتح الباب لغضب دولي واسع ضد انقرأة وزارة الخارجية الامريكية اعلنت رفضها القاطع لقرار رئيس النظام التركي الذي تحدث عن طرد سفراء عشر دول طالبوا بالافراج الفوري عن الناشط المعتقل عثمان كافاليا مشيرة الى انها تنتظر توضيحات من انقرأة بشأن القرار الخارجية النرويجية من جانبها قالت في بيانا ان النرويج ستواصل الضغط على النظام التركي بشأن الحريات العامة وحقوق الانسان والديمقراطية مشيرة الى ان سفيرها لدى انقرأة لم يفعل ما يستوجب الطرد هذا واعتبرت المعارضة التركية ان هجوم رئيس النظام رجب اردوغان على سفراء دول اجنبية بعد مطالبتهم بالافراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا تدمير لسمعة البلاد رئيس حزب المستقبل المعارض احمد داود اولو وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال ان حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان حول السياسة الخارجية الى صفقات دمرت سمعة البلاد مشيرا الى ان الشعب التركي يشكك بنزاهة اردوغان يذكر ان رئيس النظام التركي رجب اردوغان طالب بطرد سفراء كل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك والمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنيروج والسويد بعد دعوتهم للافراج عن الناشط المعتقل عثمان كافالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة